عام 1973 وفي شهر يوليو قرر القدافي أن يوحد مصر وليبيا في دولة واحدة بقوة الجماهير والشعبين طلب القدافي من الشعب الليبي أن يخرج للشوارع ويتجه للحدود المصرية الليبية وأن يقتحم الشعب الليبي هذه الحدود ليلتحم بالشعب المصري ويعلن توحيد الدولتين كانت مصر أنذاك تحت حكم أنور السادات أخي مالك هي الحركة اللي عابلوها الضباط بين قوسين الوحدويين الأحرار الضباط المصريين اللي عملوا اللي أسقطوا للنظام الملكي اسماموا الضباط الأحرار الليبيين أضفوا لها لماذا تتور على نظام ملكي أو نظام مستقر من أجل الوحدة لكي تبرر وتعطي شرعية لنظامك اللي أتيت بيه لابد زي النظام البعض حرية اشتراكية وحدة العبد المنصر خلاها حرية اشتراكية وحدة كانت وحدة حرية اشتراكية فحاول أبا أعمر بكل الطرق وبعا أعمى جزقية التورا أنه يحقق وحدة ما بين دولتين فالسادات طبعا السادات كان يعني مهتم بتحرير سينا وكان مهتم بتنمية فتردد يعني كان متلكي في قصة الوحدة والسادات شخصية بختلفة يعني فحب يكون في ضغط شعبي فحركوا ناس ما شوفوا في اتجاه توجهي للقاهرة على أساس أنه يطلعوا ناس من الشارع المصري يلتحموا الشعب مع المتضاءة الليبيين جايين في مسيرة ويصبح في الضغط يفرض على السادات القبول بالواحدة بالليبي وبصر قصة ملحمية الشعب المصري يخرج والشعب الليبي يخرج ويلتقون بالنصر لأن الشعب الليبي يذهب يدخل مثلا اسكندرية واسكندرية غرب مصر مرتبطة بليبيا قبليا نفس القبائل وحتى اسكندرية الليبيين كده والعلاقة الاجتماعية فقراءتهم معمروا اللي معاه إنه لما الليبيين في هالمسيرة آلاف ماشيين في توبيسات سيخرجوا المصريين ويلتحموا معاهم ويفرضوا على الحكومة المصرية القبول بالوحدة بين البلدين وش اللي صار؟ قفلوا المصريين الطريق بالقطار وفدعوهم فرجعوا الليبيين والليبيين من كانوا؟ كانوا عامة الناس ولا في قيادات؟ طبعاً في قيادات لكن كانوا الناس من كل نحق الليبي مرتبة يعني في قيادات أنتك عبد الرحمن شلقم كيف كان موقفك من المسيرة هذه بذاك الوقت؟ أنا كنت صحفي وشيت غطيتها كصحفي نعم وين كانت؟ شاركت في تغطيتها في بنغازي ولا وراء بنغازي؟ إلى غاية لا 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 دخلنا الأراضي المصرية